البابا شنودة قبل تجليسه بشهرين كان موجود في فيينا وكان فيه نقاش قدستك قبل تجليس قدستك كنت موجود في فيينا وبسموا فيينا دي صناعة ما كنت موجود حضرتك في سبتمبر 71 بابا شنودة جلس في نوفمبر 71 في سبتمبر 71 البابا شنودة راح فيينا حضر لقاء لجنة او هيئة اسمها برو اوريينتا برو اوريينتا دي هيئة كمعناها تجاه الشرق وهي فكرتها ان الكنيزة الكاتوليكية بتحاول تعمل حوارات مع الجانب الارزوكسي الخلقدوني والجانب الارزوكسي الغير خلقدوني اللي هو احنا منه وقعدوا يحتاروا في سياغة ترتبط بطبيعة المسيح فالبابا شنودة اوجد سياغة من سطرين او ثلاثة سياغة كده قبلها الجميع نؤمن بان ربنا يسوع المسيح لهوت كامل ونسوت كامل الى اخر دي كانت البداية في تلاتة وسبعين قبلها بقليل برضو الكنيسة بعتت طلبة رفاة القديس اساناسيوس بمناسبة مرور ستاشر قرن على نيحدو الكلام ده الف وتسعمية تلاتة وسبعين في ابريل فوفقه وبعدين كانت بادرة خير من البابا بولو السازس البابا الروماني قال له احنا موفقين تعال اخد فقام بزيارة الفاتيكا يوم لا هو زار من قبل كده من يوم اربعة مايو وكانت نهاية الزيارة عشرة اللي كتب فيها البيان المشترك ما بين الكنيستين وابتدت خطوات الحقيقة اللي يتأمل في التاريخ الطويل ده هيلاقي في عملية نمو تصاعدي وده نمو المحبة انا بسميه كده